في عنده هنا الساحر بمعنى فرص جديدة بتتخلق وهو بيحسن استغلالها ممكن تكون في العمل هي غالبا في الحالة العملية يعني فرص جديدة عملات جيله شخص مبدع وشخص طموح جدا ايض في الارض و ايد في السماء انا اعرف اعمل اي حاجة عارفين انتو حتى دي انا اعرف اعمل اي حاجة وفعلا ان شاء الله هيعرف اعمل اي حاجة وكل نهاية عنده لها بداية على طول يعني بيخلص حاجة بيبكدي حاجة جديدة على طول ستار ده بيحليه اما اختيار بياما ان هو مركز على حاجة جامد قوي ومأسر على حاجة تانية بقى مش مركز فيها قوي وبيحضر طاقته على حاجة مش مجدية مش ده اللي انت مفروض تركز فيه التركيز ده كله زي احنا شايفين الست بتعمل ايه بتدلق مية من البحيرة وبترنيها في الارض طب وبعدين طب لا المية في البحيرة حتخلص ولا الارض دي كلها حترتوي وبيعمل ده بس ومش واخد باله من نجم كبير قوي وراه فاهمين قصدين هو مودي طاقته على حاجة مش بتفيده قوي تشارية العربة برضو بيوحيه بحاجة من الاتنين اما ان هو متجه على حاجة بسرعة جديدة جدا بسرعة العربة فيه اندفاع او برضو فيه كونفلكت في حاجة وعكسها شايفين الابيض والاسود وهو لازم يختار ابيض واسود حاجتين عكس بعض الدل بيفكر بعقله دلوقتي بحسبها بعقله كوينوف كابس شايفين الملكة دي بتعمل ايه مسكة الكاس ومبحلقة فيه قوي يتحللوا يعني عملا يتحللوا تجيبوا كده وتجيبوا كده عشان تعرف عايزة تعرف ايه اللي جوه مش بتحكم من مرة وبس فنركز قوي وعلى واشهة ان هو ياخد قرار مهم في حياته الدلوه يحسب مشاعر جديدة فيه مشاعر جديدة يحسب بيها مشاعر جديدة بتتولد او مولود جديد للناس اللي مستنيين مولود او مطاقعين مولود بس حب حلو قوي حب زي ما انتم شايفين حمامة حاجة فيها سلام حاجة فيها حب نقل جدا جدا عشان كده بيميل اكتر ان هو ممكن يكون ولاد الطفل جديد بس ممكن برضو يكون مشاعر جديدة وحب جديد شايفة رجوع واضح ان الدلو كان فيه عنده انفصال بس هتديح حسب مشاعر جديدة وهيرجع لشريكه هيرجع له وهيقدم له تعويض هيقدم له اعتذار هيقدم له حاجة او العكس او ممكن يكون شريك الدلو هو اللي هيرجع له يعني هو فيه رجوع اي حد حصل له انفصال من برج الدلو ان شاء الله فيه رجوع فيه هنا حاجة كان اداله مستنيها بقله فترة بإذن الله هتجيله دلوقتي او خير عمله في حد زمان هيجيله دلوقتي يعني مثلا ان ساعة حد في ازمة هيجيله حد يساعده دلوقتي طب طب على حد سمع حد ده بيرجع له دلوقتي اي خير هو عمله في حد ان شاء الله هيرجع له دلوقتي او حاجة اشتغل عليها كتير قوي في فترة اللي فاتت هيجيه مرضودها دلوقتي يعني مثلا الناس اللي اشتغلت على حاجاته وماخدتش مثلا فلوسها محصلتش فلوسها هتحصلها الفترة دي ان شاء الله بإذن الله وتقريبا هي فلوس لان بعدها فيه تطور مادي الحالة المادية هتتطور ان شاء الله في حالة امان ورخاء ان شاء الله في الحالة المادية الفلوس دي هتحيارك اهو هتحتار اعم بها ايه هلقشيلها هلقصرفها او عايز يعني معرفش ممكن ما تكفيش فيه حاجة الفلوس هتحيارك شوية الفترة دي اه وشايفه قدامي فراء من شخص ممكن يكون صديق مش كويس حد مش كويس حد علاقتك بي مش صح علاقتك بي بتضرك كبات مشاعر او ذكريات او امكانت العلاقة اللي كانت عندك بتديها ظهرك وبتمشي ناشي بقى زعلان شوية ممكن تكون زعلان بس بس هو ده الصح هو ده انت بفروض تعمله لان بعد لما حتعمل الموضوع ده فيه حاجات كويسة قوي هتحصل لك يعني فيه حاجات كان نفسك فيها من زمان هتحصل علا فكرة ده كلام الكرد ده تفسير الكرد ان لما حتدي العلاقة دي ضهرك لو كان مثلا صديق سوق او صديق تسوق او علاقة مش صح فهمين قصدي وانت كنت مرتبط بيها لما هتسيبها وتبعد زي ما تقولوا ايه هتتفرج بقى هيجي فرق كبير وان شاء الله والدنيا هتنور والدنيا هتبقى كويسة لده هلخصت اريه بالسرعة الده لو عنده فرص جديدة فرص كتيرة طموحه عالي وهيعرف اسا يستغل لها الده لو مركز على حاجة اكتر على حساب حاجة تانية او هو في مرحلة اختيار وفي الاغلب هو في مرحلة اختيار بين حاجة وعكسها وبحتاج ياخد اختيار بسرعة لازم يحسن يقرره بسرعة بسرعة العربة مش ماشي لا باكب عربة بيحل الموقف بعقله بيحل الموقف بعقله يحس المشاعر جديدة مشاعر جديدة بتتولد او مولود جديد وفيه رجوع الحبيب حبيب قديم حد انت عارفه كويس قوي حد عارفه من زمان اه يمكن كان حد بسافر حد من صحابك بقالك بمدة مشوفتوش هيقرب منك دلوقتي وحيودك او ممكن يكون وجوع الحبيب في خير هيجيلك حاجة كنت منتظرها بقالك فترة ان شاء الله هتجيلك بعدها حالة مدية ان شاء الله هتتطور هتحتور شوية تعمل ايه في الفلوس صح جدا تمام يا بسان ايه الحبيبة اليوم قبل بكرة اه اوكي ده مش لايامش انا فحيرة بطريقة فظيعة اوكي طيب يا رحمة اجمعي معلومات الكارت ده نصيحته تجمع معلومات ويفيه فراء لحد العلاقة مش كويسة ليك بتضرك يا دل اوكي يلا نشوف في ايه بقى في الكومنتات طبعا التليفون نصف وفوق ونصف الفوزة فانا كومنتاتكو تحت فانا يعني بخمن كلمك صحيح بشكرك يا هند يا اسكر ده انا اللي بموت فيك الجدي ما احنا قلنا الجدي يا جدعي مش قلنا الجدي فعلا جاي لسفر دبي و ايه محيارة ايه محيارة لي فعلا اه ابيض وصود صح مش معقولة ان في كلامك صح اما هذا ده انتعاد يا حبيبتي يا فاطيما مرسي رح قلبي اه طيب بصي يا سهام خلي ده سؤال الكارت الواحد اللي بنقوف الاخر صحيح تمام يا موسى بورد الجدي تقليبا قلنا يا نيها صح و مرسي بتحبيبة قلبي العفو فعلا انا في حلق اه من شخص مش كويسة دمرني سنين طيب خلاص لو الفرق هو القرار السليم اه اعملي لها صح قوي على فكرة مرسي يا سارا الحوت قال الجوزاء لسه بس قربنا خلاص يا جماعة خلاص فضلنا ثلاث ابراج بالزبط زي اهم ما شاء الله مبسوطة اني بشوفك لايك كل يوم حبيبتي انا رولا يا روحي مرسي تسلمي انا المبسوطة اكتر بوجودكم معايا بجلب يموس وقم فتيمة طيب يلا بنا نشوف الحال العطفية مع ان في حاجات كتير من الحال العطفية ظهرت في القرية العامة بتاعته ادالو مع جدي انت تحف وجميل حبيبتي كارا ياسين مرسي هيك يا روح قلبي خلينا دي للسؤال الواحد اللي بنقولها في اخر اللاي والارقام شكلك وكده عشان انا استعجبت وابتديت كاروتوني في الشير شكلك وكده ولا انا بظلمك ولا ايه يا جماعة بليز اللي معملش شير الشير ده بيفدني جدا جدا فقط ممكن تتخيلوا اللي فاضل العقرب والميزان والطور فقط الحمل احنا يعني انا فكرت خلاص بما انه هيتقال اخر بورج هنبتدي به الشهر اللي جاي خلاص ما فرقتش من يوم يعني رايتك صح جدا مرسية دعاء قوي 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 اهلا من حياتي طول منتظروا والله بنحبك حبيبتي يا حبيبة اسلاميلي جدا جدا ان شاء الله هنقول بس انا صوت له للمرة التانية والطور خسر والح ان الطور في الصفحة مش كتير هتصحبكو الطور بقى حلوة قوي يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب لأ في ساسبانس عالي بصوا ميو دي بس تانكي سيهام الدالو عايز ايه الدالو عايز يتوازن الدالو مش متوازن مش حاسس بالتوازن التوازن بتاعه مختل في العلاقة زي ما تقول مش عايز يعمل ايه نفسه في ايه نفسه 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 يرفع راسه يعني هو حاسس ان هو مكانته بايزة مكانته مش مزبوطة يعني حاسس ان هو محتاج يعني هو مش حاسس بفخر مش حاسس ان هو مفتخر بل بالعكس هو نفسه يرفع راسه كده شايفش يليكو ازاي شايفش يليكو بيحاول يصلح بصه بيعمل ايه يحاول ويشتغل على نفسه كواس قوي الشريك بلا عايزي الشريك ياما عايز يبعد يسيبه ويمشي خلاص يخب بعضه كده ايه ويديله ضهر ويمشي اعتقد او ممكن يكون عايز ياخده ويعدي بيه بار الامان يعني هو ايدر اور لان هو ياما بيبعد عن المية اللي عمانا تتحرك جامد دي لهذه المشاكل والقرف ده كله وعايز ياخده ويبعد يروح مكان اكثر هدوءا او هو عايز يمشي نفسه في ايه؟ نفسه يشوف الدنيا على حقاقتها نفسه يشوف حقيقة يعني دي الوضوح الصورة مش واضحة بالنسبة لهو مش فاهم برضو نفسه في وضوح اكتر ونفسه في امان اكتر زي ما قلتلكو كارت الشمس ده كارت الفرح وكارت الامان الصور اللي حولين الطفل ده ده امان الطفل بيلعب وهو حاسس بامان ان هو متحوض بصور مش مفتوح للملأ فهو مفتقد الامان كمان نفسه في امان شايف شريكو ازاي خناءات مشاكل عقباط شايفو بالطريقة دي يمكن عشان كده الشيليك عايز يبعد بس الطاقة بقى ما بينكو ايه؟ يخربية الحب بجد يخربية الحب عايزين اعطاء بتده البعض بتحبه بعض جدا 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 طيب خلينا نشوف ايه اللي بيحصل اللي بيحصل دلوقتي ان فيه طرف في علاقة الدلو اما الدلو او شريكو عنده بورس هنا هذا البورس اتكلمنا عنه قبل كده كتير عمال يدي له نصايح غلط اوكي؟ بيمسحه غلط وشكله هيأثر على آآ يعني على طرف العلاقة دي هيخلي يحصل خسارة وبعد زعل بقى ونكبة وخلاص بنسيب بعض بس لا 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 هتتفقوا تاني هتتفقوا تاني في هنا اتفاق نحو المستقبل فيه عرض هيحصل ان شاء الله وهتتفقوا وحترجعوا احسن من الاول بس هو واضح ان لازم تحسوا بالخسارة دي الاول لازم الخسارة دي تقع الاول ساعتها هتخافوا وحتعملوا كده بقى هتتفقوا وحتاخدوا آآ قرار ان انتو مش هتبعدوا عن بعض هلخص القرية بسرعة الدلو عايز اكتر توازن عايز يكون اكثر توازن لانه مش حاسس بتوازن نفسه يرفع راسه ويحس ان هو ان هو يعني مالي مركزه ده علوه شأنه فده الكارت اللي هو نفسه فيه فهو نفسه ان شأنه يعلى طبعا في العلاقة شايف شريكو ازاي شايف شريكو بيصلح وبيحاول ان هو يصلح العلاقة ويشتغل على نفسه الطاقة ما بينكم حب شديد جدا 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 وكله عطاء الشريك اما عايز يبعد او يبعد مع شريكو ويروحوا لحت اكثر امام نفسه فيه وضوح الدنيا مش واضحة بالنسبة لشريكو الحوت مش فاهم هو اللي بيحصل عايز وضوح وعايز امام شايف شريكو عنده مشاكل كتير او هو نفسه عبارة عن مشاكل اه او عنده عقابات كتير دلوقتي اه الدنيا طبعية بس في زن في زن على ودان الناس دي اتدلوا او شريكو في حد او ممكن يكونوا من الطرفين لانه واضح ان الدنيا مش شريقة فكلو بيتطوع فبيخربوا الدنيا اكتر البورس ده بيخرب الدنيا على فكرة في هنا هتحسوا بخسارة بس بعدها هتتفق ان شاء الله واتشيرز كده وهتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله ازاي تزبطوا الدنيا دي القرية خلوة النهاية انا بنسبени العبرة بالنهاية النهاية حلوة جدا قرية الخاصة حاضر حبيبتي جانة الرحمان ابعتي للصفحة صباح الفل يا محمد اهلا اهلا اه้ اه لا حبيبتي يا زينب اهلا بيك يا روحي هقولك يا محمد البورس ده شخص قريب منك قريب منك جدا زيفا احنا شوفنا واريكم الصورة كده بص قريب منه ازاي جنبك بالزبط. بالزبط. عارف كل حاجة عنك. انت بتعرض عليه المشكلة. انصحك نصايح. مش صح. مش لازم يكون عايز يغراءك على فكرة. هو ممكن يكون من حيه دي وجهة نظره. بس وجهة نظره دي غلط. مش متماشية مع موقفك. فهم قصدي? فبيزيك. فهمين قصدي ازاي? بشكرك يا خديشة اوي اوي اوي. هو وفعلا ده بيحصل. تمام يا ندا? اوكي. يلا نشوف بقى ايه? حبيبتي يا ام زياد انا بحبك اوي اوي اوي. تسلميلي يا مور. مور ايه? الهامي. تسلميلي حبيبتي. مونيا اللي بعتلي فرنسي. please don't test my french. it's horrible. عربي او انجليزي. please. شايمة كله صح بشكرك حبيبتي جدا جدا. اوكي اوكي. طيب. حلوة دي. كويس اوي. كويس اوي. هاي. كنا مكسح بمرسية سامة اوي جد. كنا مكسح. ربنا يخليك وليا. روحش غلا يبارك لك. مرسية احمد جدا ويبارك لك انت يا رب ان شاء الله وكل حاجة تثبت معاك وباذن الله. يا صندوس انتي اجمل. هيدا دي. اوكي. اتباعي لات. اوكي لا حاجة. ما حاجة؟ اوكي ا luggage. غلا وعتقدت. لاما انت مخصوصي. اوكي دي. اوكي اوكي دي. اوكي اوكي. اوكي اوكي دي. اوكي اوكي اوكي. حبيبي كو. معواق. عزيزي. اوكي. اوكي المجموعة. نحنقرد. وشي دل. كل كلامك مليون في ما اسحة. مش سي انا هلا سوري جماعنا بيبصلكو كده بس عشان الجزء بتاع التعليقات تحت ففي البوزة من تحت بشكرك الكنزة حبيبي ربنا خليكوا لايه تانكيو نسبوشرا تانكيو بيبي تعالوا انشوف المجموع التانية بتبتدي من واحد لحد عشرة يناير بسم الله الرحمن الرحيم درسي بنا يا سبيك حبيبتي صورة مرسي خربت كوباتك يا دل كوبات كوبات المجموهه الثانيه اول حاجه كده رومانسي حاسس برومانسيه عايز احساسه مرحف كده وبيحس بالناس اللي حواليه يعني حاجه كده وجميلة او متوازن ده الهنع بقى عنده توازن والحمد لله حالته النفسية متزنة ما عندوش اضطرابات ما عندوش ضغوط واضح انه هو عده بمرحلة كده شديدة اوي لان ده بيوحيلي بكده الكارتة ده انه بيعدي ورايح حتى اكتر هدوء سايب المشاكل ورا ظهره ومشي واضح انه عده بعصفه فقرر خلاص ان هو ايه يوقف المعافرة ويعدي بقى المكان اكتر هدوء وبيدول كمان ان الدلو ده عندو مسئوليات فيه ناس مسئولة منه عندو مسئوليات لازم يعدي بيهم من مخاطر او من وضع مش مش مريح لوضع اكتر راحة كينج اف كبس بص كمية الكوبايات مهتم بشريكو بيديله عمليه يدلعه كده عمليه اككله حاجات كده حاجات زريفه اوي الصراحة في عندو بابرز جديد او خير فيه خير جاي من عند ربنا زي ما بقلتلك الكارت ده الايد اللي نازلة من السماء ده ايد ربنا بتتمدلك يا دلو بتساعدك الموضوع ده هيعمل لك تطور مادي على فكرة يا دلو ان شاء الله حالتك المادية كمان هتتطور وحتبقى فيها امانة ان شاء الله واستقرار الدلو ملا مركزه بقى هنا خالص الامبراطور ماشاء الله مركز ملا مركزه يعني مش مركز لازم يكون مسك سلطة يعني ملا مركزه في المكان اللي هو فيه بقى تقريبا اعلى حاجة في مجاله هو اللي بدي نصايح هو اللي بيقول ايه يتعمل ايه اللي ما يتعملش بناء قوي صلب ما بيتهزش ان شاء الله عنده كمان اللي مش مرتبط اصلا مفيش جديد لا مفيش جديد بيهرب من حاجة بيهرب من مواجهة شيء وبيهرب لسبب لانه لو واجه هتكون مواجهته وحشة هيكون كلامه قاصي وحيزعى الناس منه فقرر ما يواجهش ويكبر دماغه او ممكن يكون اعمل حاجة غلط بيهرب منها مش عايز يواجه مش عايز يتواجه ان هو انت اخطأت في حاجة مش عايز المواجهة دي فبيهرب منها قوة كمان كدير ماشاء الله قوة وقوة افداع كمان عارفين موضوع الابداع ده مش لازم يكون شغالين جرافيكس او حاجة فيها ديزاين او حاجة عشان يكون عندنا افداع لا الابداع ده في كل حاجة على فكرة افداع ازاي ان انت تستفيد من اخطائك وازاي ان انت توظف الحاجات اللي حواليك لسلحك ده افداع وعندك تاخد افداع حلوة قوة الفترة دي وبردو قوة صلابة عندك صلابة ماشاء الله كوين اف وانز بقى عايزة ايه الكوين دي ليدر ماشاء الله قائد بقيت قائد اه اجتماعيا محبوب اجتماعيا ناجح بتعمل حاجة فيها فن زي الرسم او التمثيل او المزيكة الغونة اي حاجة من الحاجات دي عندك ابداع اه وبتديت تاخد عندك حماس ان شاء الله بتبتدي انت انت اللي بتبتدي ما بتستناش الحاجة تجيلك انت اللي بقيت بادر عندك مبادرة اه ثقة في النفس الحمدلله كويسة جدا وكل ده بسبب التوازن اللي انت حاسس بيا دلو الحمدلله لفترة دي هلا خاصل قرية بسرعة الدلو في حادث رومانسية عنده حالة عطاء في حادث احساس مرهف حاجة حلو قوي حابب يدلع شريكه وبيهتم بيه واخد باله عليه كويس اه مسئوليات على كتافه كبيرة محتاج محتاجي يتأكد ان هو عدى بيه من بر الامان وان شاء الله عنده بابرزق جديد باذن الله يحسن من داخله جدا ان شاء الله بناء قوي وصلب وماشاء الله بقى اعلى واحد في مكانه اه الناس هاي اللي بتطلب منه النصيحة بتقوله نعمل ايه بقى عنده خبرة وحاجة دي اتسبها من خبرته مش لأي حسبب تاني يعني لان هو ماشاء الله عنده الخبرة بيهرب من حاجة ممكن يكون اخطأ بس بيهرب منها وافتكر الخطأ ده تجاه شريكو لان دول تحت يعني هو تقريبا عمال يعني يزبط في شريكو لانه شكله عامل عاملة وبيحاول ان هو ايه يهرب من مواجهة الخطأ ده بس still not bad not bad قوة ماشاء الله هنا قوة هنا leadership اسمها قيادة في قيادة الحمد لله وفي مبادرة